السلام عليكم ورحمة الله يرب تكونوا دايما بخير بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة اعادة ضبط المصنع من الريكوفري للهاتف سامسونج يالكسي اي واحد وسبعين فايف جي موديل اي سبعمائة وستاشر يو اصدار الحماية السادس اصدار الاندرويد اتناشر قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو ياريت لو تبص بصة على وصف الفيديو ممكن تلاقي تحديثات او فيديوهات جديدة خاصة بالجهاز لان كل يوم فيه جديد ندخل على طريقة الضبط من الريكوفري ومش بنستخدمها الا في حالة عدم معرفتك لنمط او كلمة مرور الجهاز لو عارف النمط او كلمة السر بننصحك تعمل اعادة ضبط المصنع من الاعدادات وهتلاقي فيديو للطريقة في وصف الفيديو لان للاسف اعادة ضبط المصنع من الريكوفري هتحزف كل بياناتك الشخصية زي السور والفيديو وغيرهم وكمان بتوقف الجهاز على حساب جوجل وهتلاقي رابط لفيديو تاني في وصف الفيديو ده لطريقة تخطي حساب جوجل لنفس الجهاز بنضغط على الزر الباور وزر خفض الصوت اللي اتنين مع بعض ضغ مع مراعاة عدم اغلاق الشاشة او عمل سليب للجهاز بمجرد ما الجهاز يقفل هترفع ايدك من على زر خفض الصوت وتضغط على زر رفع الصوت مع الاستمرار بالضغط على زر الباور بعد ظهور شعار سامسونج بترفع ايدك من على زر الباور وتفضل ضغط على زر رفع الصوت الجهاز يدخلنا مباشرة على صفحة الريكوفري مودي الرئيسية اللي قدامنا في الفيديو ارفع ايدك من على زر رفع الصوت صفحة الريكوفري تقدر تعرف منها بيانات الهاتف وتقدر من خلالها تعمل بعض العمليات اللي منها اعادة الضبط عن طريق زر خفض الصوت بننزل على اختيار ويب داتا فيكتوري ريسيت بنضغط على زر الباور بننزل على فيكتوري داتا ريسيت بنضغط على زر الباور الجهاز هيعمل اعادة الضبط ويرجعنا مرة تانية لصفحة الريكوفري الرئيسية بنضغط على زر الباور علشان نختار اول اختيار اللي هو الريبوت سيستم ناو علشان الجهاز يعمل اعادة تشغيل في الغالب الجهاز هيفضل وقف على شعار سامسونج لمدة 5 دقيق تقريبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد عادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة اضغط على ستارت بنحدد مربع اجري تو اول وبنضغط على اجري اجري طبعا لو طلب منك تسجيل دخول لشبكة الواي فاي او طلب حساب جوجل هتشوف الوصف وهيكون فيه شرح لتخط حساب جوجل ان شاء الله بتضغط على سكيب سكيب انيوي دونت كوبي نكست اكسب سكيب 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 اكسبت تم عمل اعادة ضبط المصنع من داخل الجهاز بنجاح يارب الفيديو يكون عجبكم وكون ادير تقدم حاجة مفيدة اتمنى لكم دوام الصحة والعافية احساب جوجل سكيب سكيب المصنع ظهب ترجمة نانسي قنقر